المشاريع التعليم يعد مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل أحد أهم المشاريع التعليمية الذي بدأ العمل الفعلي فيه وتعميمه على المدارس عام 2009 بأمر مباشر من جلالة الملك المعظم وأصبح المشروع جزءا من برنامج وزارة التربية والتعليم وأنشطتها التي يتطلبها التحول إلى التعليم الإلكتروني وحقق البرنامج نقلة نوعية في العملية التعليمية في المملكة من المنظور التقليدي إلى المنظور الإلكتروني وعلى مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ انطلاقة مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل شهدت مدارس مملكة البحرين نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية حيث سام هذا المشروع وبشكل كبير في تطوير المنظومة التعليمية وجعلها قادرة على التعامل مع مختلف المستجدات هذا المشروع أصبح جزءا رئيسيا من برامج وزارة التربية والتعليم وأنشطتها المختلفة والمرتبطة بشكل مباشر بالتحول الإلكتروني والتمكين الرقمي منعكس إيجابا على المعلم والطالب من حيث جودة العملية التعليمية كما أصبحت المدرسة تستفيد من هذا التحول الرقمي بالانتقال إلى التجارب الافتراضية عن طريق المختبرات الافتراضية الموجودة في المدارس فضلا عن خلق بيئة تفاعلية وتشجيع عملية التواصل المباشر بين المعلم والطالب هذا وقد حقق المشروع الكثير من النتائج الإيجابية الملموسة والتي عززت القدرة لدى الطلبة للتواصل مع العالم خارج حدود أسوار المدارس للاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات إن المتتبع اليوم للنجاح الذي حققته مدارس المستقبل سيجد أن هذا المشروع أوجد بيئة تعليمية مرنة وتقنية متقدمة من خلال منهج متطور خلق وعيا لافتا لدى الطلبة وساهم في تطوير قدرات الطلاب فأصبحوا يتمتعون بمهارات إبداعية في مختلف المجالات